معلومة اليوم كنوصله أو في راديو أسوات في العقوبات البديلة اليوم بعد ما تكلمنا على المنفع العامة اليوم ستتكلم دكتور ماتو قال المراقبة الإلكترونية دكتور أهلا أهلا وسهلا المراقبة الإلكترونية تدبير من التدبير البديلة اللي تقوله هو تدبير جنائي عنده صبغة جنائية غيره هو قد نعوضه هذك العقوبة السالبة للحرية شنو هي هذ المراقبة الإلكترونية المراقبة الإلكترونية هو أننا كنديرو المحكوم عليه لتحكماته للمحكامة بالعقوبة الأصلية مع عقوبة بديلة ونقررنا المحكامة بشكل عقوبة البديلة هي مراقبة الإلكترونية فكنديرو له واحد السوار هما سوار ممكن نديرو له في الديه ممكن نديرو له في رجله فيه أو في أي منطقة في الجسد ديالو كل ما كان عنده حساسية كل ما عنده ش يديه كل ما عنده شجلية كان إذن سوار ممكن نديرو هذ المراقبة هذ الجهاز هذا نديرو له في الديه ولا في رجله فأي منطقة من الجسد ديالو باش نراقبه ماذا الحركة ديالو تنقل ديالو محكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل مراقبة الإلكترونية المعتمدة إذن را ممكن تكون وسائل أخرى اللي تبان من بعد هذ شكول لي كينفد هذ العملية هذي شكول لي غادي ينفد العملية ويصار على تطبيق ديالها وتنفيذ ديالها وتنزيل ديالها ها هي المحكمة قرات باش تدير هذ الدمليج المحكوم عليه المؤسسة السيجنية هي اللي غادي تصار على تنفيذ ديال هذ العملية إن هي اللي غادي تدير له هذك الدمليج وهي اللي غادي تبقى منتبعاه وهي اللي غادي تقدير تقارير باستمرار أو بناء على طلب ديال قاضي عقوبات البديلة قد تقول لي ايه وش كون لي غادي يركب له هذ الدمليج هذا هذ الدمليج غايت تركب في المحكامة بالنسبة ها يدير واحد القسم خاص في المحكامة بالنسبة لأشخاص اللي هما متابعين أو تحكم عليهم وما في حالة صراحة تعرفوا بأن الإنسان يمكن له يتتابع ويتحكم عليه بالحبس وهو مطلوق عدد بزاف ديال الناس يتساءلوا ويقولوا حكموا عليه بمئة بست شهور ديال الحبس وهو ما زال كيدور حيث الحكم مازال ماشي نهائي والمحكمة ما أمرش بالاعتقال دياله إذن مادم الحكم ماشي نهائي ما زال كدعتبروا بأن ذلك الشخص باري حتى يصبح الحكم نهائي إذن إلا كان في حالة صراح غادي نديروا له ذلك المراقبة الإلكترونية غادي نديروه له في المحكامة ولكن معتقل غادي نركبوه له في السجن مزيان وهذا الحكم طبعا ما زال عنده يستشفر ونرصدوه في المكان إن كنديلو واحد المسافة آآ أو المساحة جغرافية ثم تقولوا لي عو تاني ودابا نتنبخل الدار ونحيد داك الدمليج ها اللي دالو اللي فرمي عصان ديالي ولا دالو اللي فرجلية أقولك إلا حيتيه غتتعقب قانونيا حيث هذاك ما تنقيصوش وهذاك ما شي ديالك إلا تلفته غتتعقب ولا عيبته غتتعقب ولا زولته غتتعقب إلا إلا كانت بإذن ديال قاضي العقوبات البديلة ما معنى هذا أنه صحيا ما يمكن للكش نعس به تبتنا بتقرير طيب بينا صحيا ما يمكن لكش نعس به هنا تقدلك المحكامة لكن لما أدلك المحكامة ما كتزولوش إذا نمشي ديتعيبته ولا إلا تلفته غتتعقب بغرامة ديال الفين دلم حتى الخمسة ألف دلم بل أكثر من هذا الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر ومشي غي هاد شي بل غدين نرجعوا العقوبة الأصلية ديالك يعني إلا كنا حكمنا عليك بعام ديال الحبس نافد وعفيناك منها قلناك غادي نترجموها لك بعقوبة بديلة اللي هي العامة من الفعل العامة أو المراقبة الإلكترونية جيت نتعيبتي بطلتي الآثار ديالك خسرتي ديالك الجهاز اللي ديالك إنك تعاقب من شهر ثلاثة أشهر ديال الحبس وغرامة مالية من الفين درهم حتى الخمسة ألف درهم أو لا وحدة في هذه العقوبتين غالباً عندي نتوجهو الغرامة ولكن كنرجعوا للعقوبة الأصلية اللي غادي تنفدها أو تنفد ما تبقى منها بفهمتوا باش تعرفوا بينا الأمور خسنا ناخدوها آآ بجدية ثم آآ آآ واش هاد شي هذا فيه مصاريف باتتخلصوا مازال ما عارفناش كان عينو نص صنديمي هاد شي باش لمشاري عطار راسو باش هاد القانون يدخل حيز تنبيق سانة أقصى المدة باش يدخل حيز تنبيق قوى سانة باش ما تكونوش غالطينا ما كيتنفدش دابا ما غيتنفدش دابا راه عندنا حد أقصى ديال أجل ديال سانة طبعاً في انتظار خروج النصوص تنظيمية هاد النصوص تنظيمية غادي بينا اشنوه كيفية تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكنه فرضوها على المحكومي عليه بهذا الخصوص اينواش بالمجان هاد الدمليج ما زال ما عرفناش هاد النصوص القانوني هو اللي غادي خروج تنظيمي اللي غادي يقولنا اشنوه هي المصاريف اللي غادي تحمل اللي غادي تحمل المحكوم عليه إذن إلا كان عندنا الحدث يعني طفل الذي ارتكب جريمة ما زال ما بلغش 18 سنة كي تسمى الحدث كنديرولو هاد الجهاز هاد بحضوري ولي أمره إذن كنظن هذا هو المهم اللي ممكن لويز قال بالنسبة لهاد المراقبة الإلكترونية وكان رايب طبعا الصحة ديال هاد المحكوم عليه بهاد العقوبة البديلة واش ما كنش ما يتنافع مع ارتدائه هاد هاد الجهاز أو حمل هذا الجهاز يعني ما كنش ما تتنفعش مع صحته مع المرض دياله مع القلب دياله مع الحساسية دياله إلى آخره هاد كلهم أمور تيمكن تعالج طبعا بناء على تقرير ديال الطبيب اللي هيكون طبيب عنده خبرة عنده اختصاص وهذا بناء على طلب ديال القاضي العقوبات البديلة شكرا لتوضيح دكتور إذن كانت معلومة حول العقوبات البديلة وتحديدا المراقبة الإلكترونية